أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم أكد أن المملكة تحتفي وطنا ومواطنا بمرور عامين على بيعة الطاعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسدد على طريق النصر والعزة والسؤدة لخطاه وأوضح أنها مناسبة عزيزة على أبناء الوطن وتجسد أسمى معاني الوفاء وصدق الولاء لقائد عظيم خطت البلاد بحزمه وعزمه خطوات كبيرة نحو معارج الرقي والتقدم والازدهار والأمن والسكينة والاستقرار وأشار ولي العهد إلى أن مكانة الوطن علت على مختلف الصعد بسداد حكمته وصواب رؤيته وتعززت بجهوده المخلصة أواصر الأخوة ومجالات التعاون المشترك بين دول الخليج العربية وبيّن أن خادم الحرمين الشريفين عمل جاهدا من أجل وحدة الصف العربي وتقوية عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجه الأمتان العربية والإسلامية من تحديات كبيرة ومخاطر عديدة وأضاف أن الملك عنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتسخير كافة الإمكانات ومختلف التسهيلات لتحقيق هذه الرسالة الإسلامية العظيمة بالمستوى الذي يليق بشرفها وسمو غايتها وجليل قدرها وأوضح أن المملكة تمكنت من المحافظة على ما تعيشه من استقرار أمني فريد يعظم قدره وفضله إذا ما قورن بالأوضاع التي يعيشها كثير من دول العالم والتي تتسم بالاضطراب وترد الأحوال الأمنية وتزايد معدلات الجريمة وأكد على تحقيق لجاح ملموس في التصدي للإرهاب وإحباط عمليات ترويج المخدرات وتمويل الإرهاب وتجفيف وتمويل الأنشطة الإجرامية من خلال جهود استباقية واستعدادات أمنية قوية وامتدت يديه الكريمة بالعون والمساعدة للمحتاجين والمنكوبين من مختلف دول العالم من خلال ما تمليه تعاليم دين الإسلامي الحنيف وما توجبه الأخوة الإنسانية تجاه من يحتاج العون والمساعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر